الصلاة يركن الثاني من أركان الإسلام وهي عمود الدين وهذه الصلاة هي الفيصل بين المؤمن والكافر ولهذا توعد الله سبحانه وتعالى تاركها بالنار بل توعد الله عز وجل الساهي والمؤخر لها عن وقتها بالوعيد والعذاب الأليم وقد جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبار كثيرة تدل على أن من ترك الصلاة قد كبر وخرج من الملة من ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة وقد جاء أيضا ما قيده جابر عبد الله عليه الصلاة تعالى بترك الصلاة الواحدة أنه قال بينه وبين الكفر أن يترك صلاة مكتوبة قيده بترك صلاة واحدة ويأتي في الوعيد في من تركها أنه يحشر مع فرعون وهامان وقارون أبي مخلف كما روى الإمام أحمد والطبراني وبالحبان وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ على هذه الصلوات حيث ينادى بها كنا له نورا ونجاة وبرهان يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهان يوم القيامة وحشر مع فرعون وهامان وقارون أبي مخلف ومن حشر مع هؤلاء فلا أفلح ولذلك قد ذهب الصحابة عليهم رضان الله تعالى بالاتفاق وذهب التابعون إلى أن من ترك الصلاة سواء كان جهدا لوجوبها أو كان تاركا لها على الكسل والتعاون أنه كافر خارج من المنة وهذا محل اتفاق عندهم والخلاف إنما طرأ بعد ذلك ولهذا قد روى الترميري وكذلك محمد بن نصر من حديث بشر مفضل عن جريري عن عبد الله بن شقي أنه قال ما كان أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة وهذا حكاية إجماع وهذا نص عليه على الإجماع أيضا التابعون وعلى رأسهم أيوبنا بيتمي السيختيان أنه قال تركوا الصلاة كفر لا نختلف فيه ولهذا الذي عليه إجماع الصحابة وكما قال موحدة لرحمة الله تعالى الإجماع إجماع الصحابة ومن بعدهم تبع لهم أن من ترك الصلاة فقد كفر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر